وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 477 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت قرابة 109 أطنان مواد غذائية وغير غذائية ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 62 طنان وفي مجال عدم الإعلان على الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية فقد تم ضبط قرابة 47 طنان أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 718 قضية من بينها 94 قضية خبز ناقص الوزن و104 قضايا خبز غير مطابق في مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 27 قضية بمضبطات بلغت أكثر من 271 طن